بعد أن بدأ أمل التعافي يلوح في الأفق من وباء كورونا مع وصول لقاحاته للمحافظات اليمنية من بينها المهرة التي تمتلك مستشفى حكوميا واحدا يعمل بإمكانيات لا تقوى على مواجهة حدة الفيروس عاد بموجته الثالثة للانتشار في مديرية سيحوت وتم تسجيل حالات إصابات جديدة ونقلها لمركز العزل بمستشفى الغيظة المركزية بعاصمة المحافظة في الأونة الأخيرة بدأت جيحة كورونا تنتشر في المديريات الغربية من محافظة المهرة خاصة في منطقة سيحوت والمسيلة وغيرها من المناطق الغربية طبعا هذه المناطق تشكل كثافة سكانية عالية بحاجة لا تدخل ومساعدة الجميع ورغم افتقار هذا القسم المخصص لاستقبال حالات الحميات سواء المؤكدة أو المشتبه بإصابتها بالفيروس لأدنى وسائل السلامة لا يزال يقدم خدماته العلاجية لعدد من المرضى في ظل تخوف العاملين فيه من خطر الإصابة طبعا نحن في الموجة هذه في موجة ثالثة حالات تأتينا والمركز بشكل مستمر فعندما تأتي الحالة تبدأ إلى قسم الفرز يتم هناك فرز الحالة ثم إلى قسم الاشتباه إذا فرزت الحالة واشتباه فيها تدخل قسم الاشتباه قسم الاشتباه قسم منعزل عن المركز تتم فيه معالجة حتى يطلع نتيجة البي سي ار نقوم يوميا باستقبال الحالات المشتبهة بالإضافة إلى الأخوة المواطنين والمسافرين فيتم الفحص بحسب تقنية البي سي ار هو بورم ريس تشين ري اكشن يتم فحص العينات يوميا للمسافرين والحالات المشتبهة وإلى جانب هذا المركز تمت وحدة أخرى أنشئت مؤخرا لإجراء البحوصات عبر جهاز البي سي ار للمواطنين للتأكد من سلامتهم من الفيروس لا سيما المسافرين الخارج ضعف التجهيزات لمواجهة فيروس كورونا هنا بمحافظة المهر ضعف من انتشاره ببعض المناطق في ظل شحة الإمكانيات التي يعمل بها مكتب الصحاب المحافظة وهو ما يستدعي من الحكومة تكثف دعمها لهذا القطاع وإنقاذ حياة المواطنين من شبح هذا الوباء أحمد الحرازي لقناة سهائل محافظة المهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر